السؤال كيف ممكن أن نكون مستعدين؟ أولاً المفروض أن نخدم المسيح آخر كلمات للرسول بولوس قال أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وابخ عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك فإذن اكرز بالكلمة لأنه الوقت قريب جداً شيء تاني القداسة حياة القداسة العملية والرسول بورس بيتكلم لكنيسة تسالونيكي لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة كونوا قديسين في كل السيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس هذه كلمات الرسول بوترس بوحي من الروح القدس أيضاً رسول بولوس في رمية 13 قال هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصاً الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار فإذن على المؤمن أن يكرز في كل وقت في وقت مناسب وغير مناسب على المؤمن أن يعيش حياة القداسة ترجمة نانسي قنقر